الغربال على الأصل دور وأنا أعتقد يعني ما في حد انتسب للنادي الأهلي لعب في النادي الأهلي عمل في النادي الأهلي اقترب من النادي الأهلي إلا وحبوا واحترموا كتير والأغلبية والحمد لله بر ومقدرة لدور النادي الأهلي في تاريخها والعطاء النادي الأهلي لها مهما زادت بعدت المسافات أو كسرت الخلافات لما ابتعدت المسافات بلاعب من النادي الأهلي اتربل شوية في النادي الأهلي ماكملش ومشي راح المقولين لكن لما لمع بره في الدور الإنجليزي منسيش أبدا فضل النادي الأهلي عليها أنا بتكلم على محمد النني نجم الأرسنال اللي الحقيقة تحدث في حوار مهمة باشموندس للموقع الرسمي للجانرز أهم ما ذكروا فيه قال لك أنا كنت محظوظ أن أنا من بدايتي ارتبطت بالنادي الأهلي حوار مهم جدا بقول لكه قال بدأت في نادي كبير في مصر هو الأهلي ومنذ ذلك الحين أريد اللعب دائما في مستوى عالي تشكلت حياتي لأنني بدأت في نادي كبير كهذا تعلمت فيه أن يكون لدي عقلية الفوز منذ الصغر إذا فوزنا سبع صفر من الممكن أن يكون هناك عقاب لأنها ليست كافية ويطلبون بالمزيد وقال كمان أنني تلك البيئة خلقت شيئا في داخلي كان عمري حوالي ستة أو سبع سنين وأرى واحدا يقول لي أنه كان من الممكن الفوز بأكتر من ذلك دخل جواي عقلية تانية ألهمتني كثيرا ولا تزالت تلهمني حتى الآن أحيانا أقب قليلا وأفكر لأنني ألعب حاليا في أحد أفضل الأندية في العالم أرى الشارة وإسمي فوق القميص هذا ما حلمت به عندما كنت صغيرا في الأهلي وأنا هنا الآن أحيانا يكون أمرا لا يصدق بالنسبة لي كمان قال لذلك كنا نستيقظ في الرابعة صباحا نمشي في الظلام لمدة 30 دقيقة ثم ننتظر القطار عن رحلة المعاناة اللي هو ناشئ ننتظر القطار وبعد الوصول إلى القاهرة ننتظر حافلة محددة ويجب أن نكون منتبهين لأن إذا فاتتنا لن يكون لدينا أي طريقة للوصول للتدريب عن المعاناة اللي عاشها وبيقول أخيرا أخبر ابني باستمرار أخبر ابني باستمرار عن أهمية العمل الجاد حياته مختلفة تماما عما كنت عليه في مثل عمره لكني أخبره دائما أن لا شيء يأتي بسهولة وأشرح له أنه كان علي انتظار قطار وحافلة لمجرد الزهاب للتدريب لقد ولد ابني في سويسرا لكنني أخذته إلى مصر وعرفته على المكان الذي نشأت فيه وكيف كان الأمر بالنسبة لي وأقول له أنه لا شيء يأتي مجانا عليك أن تعمل بجد وعليك أن تتحل بالصبر وهذا ما يمنحك عقلية الفوز شوف الجملة الإخرانية دي والله يتلخذ المشهد واللي أني عايزين نقوله لا شيء يأتي مجانا كل حاجة ليه تأمن بس اشتغل ويبقى عندك عقلية الفوز ويعمل بجدية وخلاص كابتن نيني وهو يشير إلى فضل النادي الأهلي في تكوين شخصيته هو كان منصفا ولم ينتظر منه أحد ولم يطلب منه أحد أن يذكر النادي الأهلي وفا وبيعمل حديث برا في إنجترا ولكن هكذا يكون الإبن البر أحسنت أحسنت لما ذكرت هذا الأمر إنني ممكن كان يبقى زعلان لأنه ماكملش مشوار ناشيئين ولكنه بيقولك أساس تربيتي ألهمني في مشواري ده اللي يكون وجدانه وهو ده اللي احنا بنقوله يا جماعة النادي الأهلي هو ده مجموعة من القيم والتقاليد و إنظام والسيستم اللي بتديه لك في حياتك حاجات أهم من المكسب والخسارة كل مكسب الخسارة ما بنى عليها إفراحه بيدي وتشباسه بيدي وفهمه كلمة الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم عظمة الأهلي من الكلام اللي قاله الكابتن إنني ده والكلام اللي بيقوله أي إنسان وخصوصا أولاك الذين خرجوا غاضبين لكن وده وده يعني ما تحطون في كافة الميزان مع حد تاني يدهشك لأنه هو النادي القلب طب هنعمل إيه مش هيساعد الدنيا كلها مفيش مكان هيشغل كل أولاده ولكنك لما تحب بيتك يعني أنا أعرف ناس والله العظيم يعني أبوهم مجاوزهم ولما تعب كانوا بيشلوه ويبوسوا إيده ويبوسوا راسه يعني ما شوفوش منه حاجة لكن هم لأنهم متربيين لأنه عارفين قيمة الأب لأنه عارفين إن الأب ده وهم صغيرين رباهم وتعب معاهم لكن هكذا تكون أو هكذا يكون الوفاء وهكذا يكون العرفان بجميل وكذا نرى الأهلي في عيون الموصفين النينة أشار لجزئة يا جماعة دور الأهلي في تشكيل وعيه الرياضي وإزاي أن الأهلي كان عنده هذا الدور في الإلهام لأنه لو بصناه دي كتير جدا من الناس اللي بتتكلم على الأهلي بيظلموه قوي لأنه مش منتبهين لدوره دور النادي على أولاده أنا لما ألاقي عدد كبير من المدربين شغال وناجح هو أنت إيه النموذج اللي حقق لك طاقة الإلهام ده اتعلمت ده فين إيه الفرق بينك وبين أي حد غيرك بيلعب كرة في مركز شباب على قده أو في ناديه صغير سيبك برضه من فرص المجد والسراء والشهرة وغيره اللي النادي لا يحقق أهالك لأنه ممكن يحقق أهالك أي مكان تاني ما هيش حكرة على الأهلي لكن القيمة أن أنت تربط في مناخ وفي بيئة زي ما إنني قال التكوين الطبيعي بتاع النادي الأهلي أنه بيصبر ولاده بهذا يصبر رفض الهزيمة إرادة الفوز احترام المنافس التمسك بالنجاح وهنا يعني مش من فراغ علي ماهر ناجح أو أحمد سامي ناجح أو عدوا بقى كل المدربين من ولاد الأهلي أو حسام وإبراهيم عدوا كل اللي تكون تشكيلهم ووعيهم في النادي الأهلي تعلموا ده فين الثقافة بتاعتهم جات منين ده الفضل العظيم للنادي الأهلي عليهم كل واحد فيهم بقول لكم بجد لولا النادي الأهلي هو شخص ما زي ملايين الشباب اللي زيه اللي عاديهم في أي مكان لكن النادي الأهلي بتأثيره ودوره وبصمته اداهم هذا التكوين عشان يكونوا رياضيين ناجحين في أماكنهم شوف سيد إبراهيم كل واحد فينا في حد أثر طبعاً أثر في حياتك أنا كنت في مدرسة اسمها النوراش يعني النوراش دي طبعاً ادتني المكون الثقافي لأنه كان فيها فن وفيها رياضة وفيها موسيقى وفيها كورة وفيها علم وفيها رياضة بتتلعب ستة حصص في الأسبوع على مستوى الفصلة أو المدرسة بشكل عام لكن هناك حد تحديداً أقدر بشاور عليه الأستاذ محمد العشماوي أستاذ محمد عشماوي ده أستاذ اللغة العربية وده درس لي في أولى ثانية 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 والثانية العامة إن كان سمعني يا رب يكون ربنا أداله العمر والصحة ويسمعني عشان بقوله أنا ببوص راسك أنت واحد من الناس اللي دوني ثقة مطلقة في شخصي أنا مكنش شاطر قوي لكن في العربي كان بيقولي إزاي أنت مش الأول على الفصل ولا على المدرسة بالقياس اللي كان بيشوفه مني في حصة العربي وكان دائماً الإنصاف لي في مجلس الأباء لما كان حد يشتكي مني كنت شاء أنا شوي واخد بالك فأستاذ محمد عشماوي بالثقة للدهاني ما قدرش مذكرش فضله علي لأنه خلت عندي طاقة التحدي إن أنا قدر أنجح في أي حاجة لما كنت أخفق في الفرنساوي ويقول لي عادل إيه حكايتك أنت حتفضل كده أنا بحبك بس أنت جوترية دي حتسقط في السنوات العامة فأتذكر لأستاذ محمد عشماوي ثقة فيها ويقول لي إزاي أنت مش شاطر في دي فابتدي يذكر الفرنساوي بدرجة أن أنا جيب 75% في اللغة الفرنسية حاجة مش سهلة في السنوات العامة وفي الرياضة أما أستاذ حامدي يقول لي أقعد خلش الرياضة فأخلش الرياضة عشان متسلحا بثقة الأستاذ محمد عشماوي اللي يقول لي عادل إنت ما فيش حاجة لو حطتها في دماغ مش هتعرف تعملها فأجيب أجيب أرقام هيلة جدا في اللغة ليه؟ لأن حد دالك دفعة قيمية وحد دفعة في الثقة ولذلك فضل الأستاذ عشماوي ومدرسة النورش علي كبير جدا أنا أتذكر كل ده ووحد زنيني بيتكلم حتى لما تشوف إبراهيم سعيد وانا قلت الكلام ده قبل كده وانت ضروري عندك حاجة تجيبها لنا الناس قالت لي أنت ليه أنت فاتح حضك لإبراهيم لأن إبراهيم ابن نادي الأهلي جاء هو وقت شرد لكن لم يسئ لنادي الأهلي يوما ترجمة نانسي قنقر